كل شوية بنشعر انه طموحاتنا او سقف طموحنا في التحول الرقمي بيزيد حتى يصبح العالم كله بين ايدينا عن طريق الجهاز ده السؤال الاستهلالي وهل هذا ممكن في مصر؟ ممكن طبعا زي؟ عشان اوصل للخدمات كلها الرقمية لازم الجهات كلها اللي بتقدم الخدمة تكون مميكة ولازم يبقى عندي منصة بتكلم المنظومات المختلفة عشان تقدم الخدمة مباشرة للجمهور ولازم تبقى بياناتي سليمة اللي انا بشتغل عليها حال بعد كده هو فيه نقطة تانية احنا لازم برضو نتعامل مع الفجوات المهارية من ناحية الكمبيوتر لازم يبقى عندي منافذ متعددة يعني ممكن ان انا اخش على المحمول او ممكن اخش على البوابة لكن ممكن ان انا اتكلم في التليفون واخد الخدمة او ممكن انا اروح مكتب البريد واخد الخدمة حلو فبالتالي يبقى لازم تقدم المنافس عشان يبقى فيه احتوائية والناس كلها تبقى معاك في الخدمات لازم يبقى فيه ربط بين الجهات وبعضها وبالتالي لما اطلب شهادة من جهة ماضطرش ان انا اتعامل بالورق ما اتحاول الرقمي مع ان انا انا بلغي الورق بفكر من غير الورق ودي طبعا ده الثقافة اللي احنا بنشتغل علي تغييرك فيبقى بالتالي انا بجيب المعلومة من الجهة التانية وبقدمها في الخدمة دي يعني مسهل حدك بسهل صوار جد عايز تعمل توكيل عشان حد يدور عربيتك او ان هو يبيعها او انت تبيعها فانت محتاج شهادة بيانات من المرور ومحتاج تشوف المخلفات عشان ما يدورش تطلع عشان تبيانات بكده وبعد كده عايز يبقى انت عايز ترتبط التوثيق اللي هو الوزارة العادل مع المرور مع نيابة عشان المرور فالتالي يكونوا مربوطين ببعض وبالتالي استدعي الرخصة بتاعتك بكل المعلومات اللي فيها لو عليها مخلفات اقول لك تقدر تسدد وبعد كده انزلها في التوكيل زي ما انت عايز تعمله لأي شخص في نفس الوقت لازم اروح الاحوال عشان اجيب رقمك القومي واتأكد انه ان ده الاسم صح وان البطاقة سارية واتأكد من الطرف التاني فادي اربع جهات بس على النقطة دي وبعد كده عايز تدفع فلازم تفسر بالمنظومة البنكية عشان تدفع تمام وبالتالي هي الخدمة بتقدم لك بالشكل سهل انا عايز اعمل التوكيل بيانتك نزلت نفيش حد محتاج انه ده اقلى لان انا جبتها من جهة مالكة البيان صح؟ تروح هناك نتأكد من الادراكة الاهلية نتفضل حضرتك ادي التوكيل هو ده اللي احنا عايزين نوصل ترجمة نانسي قنقر